موسيقى موسيقى اهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام صباح اليمن اليوم ترحب بكم في حلقة جديدة في هذا الصباح نطلع عليكم باشراقة عسى ان تكون اشراقت خيرا وامل اهلا بكم معنا للعمالك الكبار وديع الصافي وكذلك الشحرورة صباح هذا الموال فعلا لا يحلو الصباح الا بالاصوات العذبة كهذه الاصوات مشاهدين الاحبة فصل الصيف اكيد مختلف في كل البلدان العربية خصوصا هذه الفترة تكون الشمس شديدة على الجميع لكن اكثر ما يتعبنا في فصل الصيف هو تأثير الفصل الصيف على البشرة وللحديث حول البشرة والتأثير ايضا والتأثر في فصل الصيف معي خبيرة التجميل هند مختار صباح الخير صباح النور نعم ارحب بك لبرنامج صباح اليمن اليوم صباح الخير ازايك وصباح خير على الناس كلها وصباح اليمن وصباح مصر وكل الناس الحلوة يا رب ربنا يخليكي هند في البداية عاوزين نعرف منك انتك خبيرة التجميل عن انواع البشرة وكمان البشرة الاكثر تحسسا وتأثرا في فصل الصيف بستي انواع البشرة هم اربع انواع في البشرة العادية والبشرة الجفة والبشرة المختلطة والبشرة الضهنية وهي اكتر تحسس هي البشرة الضهنية دي اكتر بشرة بتتأذي من اي تراب اي حاجة في الجو هي اكتر واحدة بتتأثر البشرة المختلطة بتبقى يعني على حسب حالة البشرة بيبقى في الصيف بيبقى درجة حرارتها درجة حرارتها بتبقى اعلى بتأثر بنسب بسيطة قوي بس ما بتتأثرش بتأثر بالشمس أكتر لأنها بتبقى نص الوش دهني ونص عادي فده بيبقى تأثيره متوسط أكتر واحدة هي البشرة الدهنية طيب البشرة الدهنية أنه يعني في بعض الناس يقولوه أسهل من البشرة المركبة المركبة تكون صعبة لأنه جزء منها يكون جاف وجزء منها يكون دهني هي سهلة بس برضو ما بتحطلاش أي حاجة لأن أي حاجة بتتحطلها فيها كريم فيها بتاع بتتأثر بتتأثر بالتراب بالأتربة بالحاجات دي بتتأثر بيها هي أكتر حاجة يعني أحسن حاجة بشرة هي البشرة العادية دي البشرة بتبقى ما بتتأثرش بسهولة بالعوادم والتراب والحاجات دي ودي أحسننا بشرة فيهم الجافة إلى حد ماء بتحتاج مية كتير وبصي عشان تعالجي أي حاجة في البشرة مية شربي مية كتير المية مهمة جدا 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 لأي حاجة للبشرة للشعر لكل حاجة هي شرين الحياة هي المية طيب كيف ممكن واحد يحافظ على البشرة؟ طبعا في معروف الكريمات ومستخدمات الطبية المعروفة لكن مثلا كيف أنا ممكن في الإمكانيات البسيطة من البيت أو من الموجود حولي من العطار أنه أنا ممكن هنا أستخدمها البشرتي لبشرة كمان يعني الأسرة تناسب الأسرة كلها في البيت بصي أنت لازم الأول تعرفة النوع بشرتك إيه عشان تقدر تتعاملي معها يعني النوع البشرة ده مهم لو عادية تحطي لها إيه مختلطة تحطي لها إيه دهنية تحطي لها إيه جافة تحطي لها إيه الأول تتعرفي عليها الأول عشان تتعرفي تتعاملي معها لو البشرة العادية بتحطي لها أي حاجة بتحطي لها طبيعية بتتماشى معها البشرة المختلطة في حاجات بتتحطي معها وحاجات لأ يعني فيه حاجات ممكن تستخدمها في البيت تحطيها للبشرة المختلطة والبشرة تتقبلها وتبقى كويسة وفيه حاجات ما تتقبلها طيب مثل لاش البشرة المختلطة ما ينفعش مية الورد مية الورد دي مهمة جدا 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 لأنواع البشرة كلها لأن هي بتبقى مستحضر طبيعي وسهلة جدا وتوفرة في كل البيوت بقطنا بمية ورد وتمشيها على وشك كل يوم صبح بعد ما تخسلي وشك بالغسول اللي انت بتستخدميه الغسول الطبيعي البشرة الدهنية ما تحطش غسول فيه كيميكال ولا اي حاجة لأن الكيميكاليات دي بتأثر على البشرة بقطنا بتمسحي وشك بيها كلها قبل ما تنزلي ما تحطش اي كريمات للبشرة الدهونية قبل ما تنزلي اي حاجة فيها كيميكال وكريمي بتأثر فما ينفعش تحطيها وانت نادلة صبح تحطي من بالليل وصبح التعامل عادي اي كريم للبشرة الدهونية ما بتحطش بالنهار بيتحط بالليل قبل ما تنمي والبشرة مختلطة برضو لأنها بتبقى النصطها دهني ونصطها جاب أو عادي بيتحط بالليل البشرة العادية الوحيدة اللي ممكن تتحط قبل ما تنزل لأنها بتشربها على طول والبشرة جفة نفس القصة البشرتين المختلطة والدهنية دول ما بيحطوش الخطورة بترى لو تحطوا مثلا كريم وتخرج فيه بتلمي تراب كتير جدا فيه أتربة بتأثر بتعمل حبوب لأن إحنا بشرتنا لازم كل فترة تعملي تنظيف ليها لأن الحاجات دي مهمة الحاجات دي ما بتبانش بالعين بس لما بتعملي سكروب وحاجات دي بتبان أن فيه رواسب فيه جلد ميت بيطلع الحاجات دي بتشيل كل الطبقات اللي فيها بكتيريا والحاجات دي فلازم أسبوعيا على الأقل في الأسبوع تعملي مرتين سكروب للبشرة أنا جايب لكم أكتر من نوع للبشرة العديدة حتى الرجالة ممكن اللي يستخدمهم اللي سكروبات دي تاخدي المنديل وتحطيه في الماء بتاعة الروز وتحطيه على وشك. طب ده فايدة ايه؟ ده فايدة اول حاجة بينظف البشرة جداً بينقيها، بتخليها صفية، بيصف البشرة جداً جداً وفيه فوايد كتيرة جداً لان نقع الروز دوت لو فيه حبوب وحاجات كده مع الوقت بتلاقيها راحت. البقعة الصغيرة بيضيحها. هي فيه فايدة كده من عند ربنا. فده حلو قوي 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 اي وش في الدنيا. مختلطة عادية دولية. نحطها عادي من ده عكسه. اه اي وقت بقطنة بمنديل كلا نكس تبليه فيها وتحطيه على وشك وتسيبيه شوية وتشيليه حلو جداً اعمليه طول ما انتي قاعدة. اعمليه حبه واستخدميه طول النهار. والافضل اللي عندها انتفاخات تحت العين بتحطها في الماء دي بتحطها في تلاجة. ايه. عشان بتقلل نسبة الانتفاخات اللي اللي حوالين العين. تحطها في التلاجة وبعدين تاخد الماء اللي تحت العين. حلوة جداً ليه ده. دي لأي انواع البشرة. ماء الروز. ايه. معايا حاجة تانية. دي سكراب حلو جداً جداً جداً. برضو للبشرة الضهنية والمختلطة ده. السكراب دوت عبارة عن عسل وبن. كل بيوتنا المصطرية واليمنية عندها بن. نايم. السكراب ده بن بتغديه معلقة عسل على معلقة بن. وبتخلطيهم على بعض لغاية ما يبقى دوبانه كده هو. بيقى بالشكل ده. يبقى عامل زي الحبيبات كده هون. ايه. ماشي. وبيتفرد على الوش كله. وبيتساب من ربع ساعة لنص ساعة. لغاية ما ينشف الوش. اولاً بروعة حلوة جداً جداً جداً. بيضيع الهالات السودة اللي تحت العين. بيضيع البقع اللي في الوش. بسكراب حلوة جداً 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 للبشرات المختلطة. بيقفل المسامات. بينظف البشرة جداً 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 من البذور السودة والحاجات دي. سحر البن بالعسل. ايه؟ أي نوع يكون عسل؟ عسل أبيض. عسل أبيض. اه عسل أبيض ضرور يكون عسل أبيض. اه لازم يأ Sidabet. ولو البشرة عادية بتحطّ اليها نقطة لمون. الفشرة بالضهنية، لم تحطش لمون. وبشرة المختلطة لمون. لأن اللمون كيميكال فمع اللمون يعمل التهبات البشرة عادية بس اللي بتحط ده والجفة أما الدهنية والمختلطة ما بتحطش اللمون ده سكروب ده حلو جدا جدا فيه سكروب تاني الماسك ده حلو برضو جدا لابن نيدو لابن نيدو موجود في كل مكان كل الناس عندها لابن نيدو بتحطي لابن نيدو ومعلقتين مأورت ومعلقة نيشة ده حلو جدا 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 وبيضيع الانتفاخات اللي تحت العين جدا وبيخلي الوش صافي يعني تحس ان الوش من غير ميكب هو حطت ميكب منور جدا 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 بتحط على الوش كله وبتساب ربع ساعة ولو انت عايزة تشد البشرة بتحطيه بياد بيت بياد البيت بتحطيه عليه بيشد البشرة البشرة اللي فيها تجايد بسيطة بتحطيه وبتقلبه وبتسيبه على الوش برضو ربع ساعة حلو جدا جدا للوش حلو للمختلطة حلو للدهني حلو للبشر عادية والجافة وحلو للرجال جدا لان اللبن نيدو فيه أوميجا سريم والأوميجا سريم بتعالج حاجات كتير قوي في البشر طيب هذة المواد مثلا يأخذوهم نساء أو رجال أو نساء مثلا ما تفيلهاش اي اثر جانبية ممكن تعمل حبوب ممكن تعمل بثور لا 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 بصي اتعمل حبوب في حالة واحدة بس لو انت وشك في حبوب وحطتي لمون لان اللمون مع الحبوب بيعمل التهبات لا انت بتحطيه انت عارفة نوع بشرتك ايه وعارفة ان انت عندك حبوب فانا بتحطيش الحاجات دي بتحطي الحاجات الطبيعية اللي ما تأسرش على بشرتك انت بتحطي الأول بتعرفي نوع البشرة ايه وتحطي ما تحطيش لمون تحطي الحاجة اللي تفيد البشرة ما تأسرهاش طيب اذا مثلا بدأت البشرة فيها تكون حبوب يعني شفي احنا تحصل لنا اوجات انه تبدأ هنا حبة وانت تشتيت لاحجيها بالحبة الثانية ايوة دي بتبقى اختلاف الجوي يعني طقس بتاع الجوي من طقس لطقس بتختلف انه بيطلح بعض الحبوب بسي اللي ما يبقى فيه حبوب مية مية سقعة وملح ملح يعني تخدي كباية مية كبيرة او كبايتين مية كبار ونصف انجال ملح تحطي يوم عليها ويت تغسلي وشك بيه بقطنة وتمشي على وشك على اقل اربع خمس ست مرات في اليوم الملح بيكوي اي جروح وبيداوي جروح كتير قوي لحب الشباب لاي وش في الدنيا ملح ومية بقطنة زي التونر كده وتمشي على وشك كله حلو جدا جدا للبشر وأولا ما بيقلل نسبة الحبوب في الوش والتاني حاجة بيخلي الوش يبقى موحد يعني يبقى ما فيش بقعة لا بيبقى كله شكل واحد حلو جدا طيب بالنسبة مثلا الكريمات الشمس اللي هي تأخذ قبل ما تنزليه من البيت عشان الجو كذا يخفف من الحملة على البشرة اللي ما تلتهبش هذا تفيد ولا ممكن نعمل ماسك طبيعي هي تفيد للناس والشون بتحسس من الشمس لأنه بيبقى فيه بنسب معينة مختلفة يعني أنت بتروحي للصيدالي بتقولي له أنا بشرتي كذا عايزة ماسك الكريم للشمس بيديك الدرجات فيه بقى 5% فيه 10% فيه على حسب كل بشرة أنت بتخديها فده ما فيهوش أي عرض جانبية لأنه ده طبي فبتخدي النوع اللي أنت بتناسب مع بشرتي كنت بتشتري من الصيدالية بتبيع عرفاه ما بتأسطرشي لأنه ده بيبقى ما فيهوش كيميكا العادي ده طبيعي بس بيبقى محطوط لبعض الحفاظ على بشرة من أعرض الشمس طيب بالنسبة للبشرات أنت قلت لي الليمون مع العسل هنا العسل الأسود ولا العسل الأبيض العسل الأبيض كله بتحطي له عسل أبيض أول العسل الباقي ماينفعش كل تاني لا هو العسل الأبيض هو معروف لأي حاجات طبيعية لأن العسل الأبيض بيشد البشرة وشداد البشرة لو فيه ترهولات بسيطة في البشرة أو كده بيشدها بيخليها استريد بيخليها ترجع لطبيعتها تاني أولا إحنا عندنا مشاكل قوية جدا إحنا كستات لما بتيجي تشيل الميكب تشيله غلط وبيعمل ترهولات لازم تبقي عارفة إزاي بتشيل الميكب لازم تشيله بطريقة معينة ماينفعش تشيله كده وخلاص وبيزداد حوالين العين إن تحت العين ده حاجة حساسة جدا لازم لما تشيلها تشيلها بتقنية عالية جدا لأن دي أضعف جزء في الوش اللي تحت العين وأكتر مكان بيتأثر بيعمل هالات سوداء اللي تحت العين ده فلازم تتعاملي معها كويس جدا طيب الهالة السوداء بحالة أني مثلا وجدت كيف ممكن هنا واحد يعالجها بغض الخلطات الطبيعية الهالات السوداء أكتر حاجة علاجة أنا برضو جايبها للهالات السوداء زبادي وزيت زتون زبادي وزيت زتون حلو جدا 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 للهالة السوداء مع بعض والبن والعسل حلو جدا جدا للهالة السوداء ده بيحطوه أي حد رجالة ستات أي حد زبادي وزيت زتون وتسيبيه يعني تعمليه يعني تستمري عليه المسكات الطبيعية كل ما بتستمري عليها كل ما النتائج بتبان بتبانش من أول مرة لازم على الأقل في الأسبوع مرتين عشان تباني النتائج وتنوعي ما ينفعش نوع واحد تتضللي تستمري عليه لازم تنوعي بأكتر من نوع عشان تباني النتيجة وحاجة كمان أقوى ان انتي لازم تبقي مرتاحة وانتي بتعملي المسكات دي ما ينفعش بتكوني بتعملي حاجة في البيت وتعملي ماسك وتقفي تطبخي ما ينفعش كلام ده لازم تبقي مرتاحة نفسيا وقعدة مرتاحة وانت بتعملي المسك عشان النتائج دي تبان على بشرتك دي مهمة جدا طيب بالنسبة مثلاً اللي يحصل من انتفاخات تحت العين وحدي يحط ثلج يحط مبارد انتفاخات تحت العين تلك تستخدمي ثلج كتير جداً جداً تحت العين ومية روز حلوة جداً لانتفاخات تحت العين بسقعة تحطيها في تلاجة واستخدميها سقعة لان الانتفاخات دي بتبقى ارهاق قلة شربه مية ممكن بتبقى حاجات امراض تانية في الجسم بتأثر بتعمل انتفاخات تحت العين دي حاجات طبية بس اكتر حاجة هي قلة النوم بيعمل انتفاخات تحت العين وبيعمل هالات سودا فلازم ده البن مع العسل حلو جداً ومية الرز طيب في البعض يقول انه مثلاً ممكن يستخدم واحد للبشرة انواع معينة مثلاً من الخلطات مثل مثلاً النشا وماء الورد هذا مع الوقت بتعمل على توحيد لون البشرة حلو جداً اللي فعلاً النشا هنا وماء الورد وحد لون البشرة حلو جداً النشا حلو جداً 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 النشا ومية الورد حلو جداً 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 كثير من البنات يستخدموه او السيدات يستخدموه لتنظيف البشرة بكربونات السوديوم ايش فايدتها وكمان هل لها تأثير على البشرة وهل هي تنفع لكل البشرات او لا؟ كربونات السوديوم بتتخدم بس للبشرة الجافة وبالبشرة العادية لا ينفع بشرة دهنية تضع الكربوناتسوديوم لا ينفع بشرة دهنية تضع الكربوناتسوديوم لأن الكربوناتسوديوم قوية قليلاً فهتحتيه على بشرة تبقى طبيعية لا يوجد أي شوائب وإنتهبات لكي لا تقصر نحن نستخدم الأشياء التي لا تقصرها الحاجة الكريمية والسهلة اللبن النيدو، الزيت الزيتون الزيت الزيتون يمكن أن تضعه إلى واحده فقط تحفى طيب زيت الزيتون أنا أسمع أنه يعمل اسمرار للبشرة مش زيت الزيتون، لما تستمر عليك كثير أنت بتتخدمي مرة مرتين في اليوم زيت الزيتون لو عمتيه بسكر، سكروب للإيد حلو جداً جداً للشفايف يعني تحطي معلقة سكر على تلات نقطة زيت الزيتون وتعمليهم بتقليبيهم كويس وتعملي سكروب للشفايف الشفايف، استوادل حوالين الشفايف والحاجات دي حلو جداً جداً، زيت الزيتون والسكر الإيد، زيت الزيتون والسكر، طحفة طحفة، حلوة جداً جداً طيب، أوقات يقولوا أنه مثلاً طبعاً أنا أسألك هناك خبيرة جميل لأنه أحياناً نشوف هذه الخلطات أو الوصفات على الإنترنت يعني تم تداولها، لكن أنه خطورتها، فايدتها يعني نكون في تردد فيها؟ نادر أوي لما تلاقي منها خطورة نادر أوي، بصي هي الخطورة هتيجي لو أنت حطيتي للمون أما لو بتستخدميها لوحدها ما فيهاش خطورة أصلاً أنت هتحطي على وشك زبادي هيعملك خطر في إيه؟ ده حاجة طبيعية، ده لبن على فكرة ده فيه ناس لغاية دلوقتي أنا أعرف ناس من زمان يعني الناس الكبيرة بتاع الزمان كانوا بيخسروا وشهم باللبن لبن، انت بيخسروا وشك باللبن بيدي نضرر البشرة ده حاجة من عند ربنا فما تعملش خطورة، تعمل خطورة لو أنت وشك دوني أو فيه حبوب أو فيه التهبات وحطيتي للمون أو كربونات سوديون ده تعمل تهبات، ده أوتوماتيك هتعمل تهبات أما لو وشك عادي وطبيعي وكويس وكده مش هيعمل تهبات وأهم حاجة بس طريق أسفر مقطعتك يعني أهم حاجة تبعيدي عن العين العين ما يتحطش تحتيها حاجة حوالينها بس يعني الجزء ده كله تبعيدي عنه طيب أنا عادة أسألك هنا على العين بالذات يعني في جلو إذا فيه انتفاخ، إذا فيه ورن بالجافن أو كده ويمكن نستخدم أكياس الشاي يعني اللبتن أو اللبتن أو اللبتن الأخضر أو الأحمر الاتنين تستخدميهم اللي عنده انتفاخات تعملي الشاي تنقعي الشاي وتصفيه أو باكت شاي تستقيه والمج تحطيه في التقلاق تستخدميه سائعة ها مش داخل؟ لا، سائعة للانتفاخات اللي تحت لايين سائعة روعة حلوة جدا 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 اللي انت في ختحت العين الشاي سائعة شيء أغدر أو شيء عادي تحفة حلوة جدا يعني الشاي لخواص مفيدة للبشرة اه جدا 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 طيب إذا مثلاً في بعد أثار الحبوب أمتلت البشرة هنا وأصبح أنه صعب إزالتها بسبب أنه ممكن لمستي البشرة في اليد أو جرحتيها أو شيء حصلت في أماكن تكون صافي وأماكن تدكن مع الآثار الحبوب هناك ممكن في خلطات طبيعية في البيت تساعد أن نستعيد لون البشرة ويكون موحد من جديد نشا نشا بتحطي نشا ومية بس بتوحدي الوش تاني قال لي من ما يوحدش لون البشرة؟ اللمون بيتحط البيت دي يعني مكمل هو حلو بس لو انت وشك فيه لتبات ما ينفعش تحطي لمون ما ينفعش تحطي لمون ده بيه أكثر اللمون ده بيتحط بنحط نقطة لمون كمان ده إحنا للناس الطبيعيين بنحطولهم نقطة لمون ما ينفعش وش تحطيه اللمون كده على طول صعب اللمون ده تحطيه للأظافر لو انت عادي تطولي أظافرك وتحافزي عليها ما تكسرش اعملي لمون طول ما انت قاعدة كده اعطري اللمون بعد ما صارتيه على الأجل استخديمي اللمونة وعملي بها دوافرك كلها حلو جدا للدوافر الاستواد اللي حوالين الدوافر للإيدين الاستواد أي حاجة فيها سودة في الإيد أو في الرجل أو كده اللمون روعة بيطلحها طيب والأما كان كمان اللي هي الدكنة في الجسم اللمون حلو جدا جدا نفس الشي اللمون اه حلو جدا ليه طيب هنا كمان يسموا المنتاج الملح اه ايوة في إزالة الأماكن أو المناطق الداكنة هل هذا يعني لها تأثير ولا أنه ممكن نستفيد منها ليس الملح العادي في ملح معين خاص بالحاجات دي يعني في ملح بيستخدم للحاجات دي ما ينفعش ملح عادي تحطيه لا صعب ما ينفعش ملح العادي تحطيه بحاجة واحدة بس لرجلك لو أنت بتعملي بتنظفي رجلك أدم رجلك والحاجات دي ممكن تتقعي رجلك في ملح لأنه بيطلع نسبة من الرطوبة اللي في الرجل والحاجات دي فحلو جدا بس ما ينفعش تستخدميه طبيعي لا في ملح معين بعض يستخدمين الملح مع الفازلين أو بعض الكريمات اليد سكروب حلو جدا هذا مفيد ولا لا لا حلو جدا ممكن تستخدمي ده كمان حاجة حلوة كمان دلوقتي بيعملوا الفزلين مع النشا سكروب حلو جدا للإيد والرجلين اللي على طول كعب الرجل بيبقى ناشف جامد جدا 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 ده روعة حتي فزلين ونشا وسيبيهم فترة على رجلك والبسي شراب أو كيس بلاستيك والبسي عليه شراب وتعليص طبح شو في رجلك هتبقى عاملة زي تحفة طريقة جدا 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 فزلين ده سحر لوحده طيب في منتجات كمان يعني سريعة لكن طبعا مفعولها أنه الفترات وبعدها البشرة ممكن تتدمر طيب الآن الوصفات هذه اللي في البيت طيب بالنسبة للخبار أنا أسمع مثلا أنه ممكن السيدة أو البنت إذا شفت حول عينها مثلا البندة بدأت خفيفة أو ذلك السواد ممكن تستخدم البطاط الخيار هل البطاط فعلا هنا يمتص هذا السواد؟ فيه مصكة حلوة قوي 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 زبادي ومعلقة عصر بتفرديها على وشك بعد ما بينشف بتاخدي شرايح خيار وتحطيه على العنيجي حلو جدا 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 حلو جدا بيخلي الجزء ده بيخليه يقلل من نسبة الهالات السطودة لتحت العين والخطوط السطودة حلو جدا جدا الخيار والوزدبيدي والعصر يعني ألا بيضحكني المخرج ويقول لي اليوم اللح الجز تبتي منه تحية لأستاذ خالد طيب بالنسبة الآن للخلطات كمان يعني هي بما استطاع كل سيدة أو بنت ان تستفيد يعني مفيش داعي انه المستحضرات الاصطناعية ايوة دي حاجات موجودة كل الحاجات دي موجودة في البيت وكل الحاجات دي ممكن بتعدي قدامنا واحنا بناخدش بالنا منها يعني سهلة جدا تعمليها طيب في واحد سألني من الزملاء انه الحبوب اللي بتصاب كمان الرجاء اللي هنا ايضا في الصيف وتطلع حبوب كده ايش ممكن واحد يسوي لها الحبوب اللي بتطلع في الصيف كتير دي بشرة دهنية دهنية لو بتطلع في مكان واحد يبقى دي بشرة مختلطة لو بتطلع في اكتر من مكان يدي بشرة دهنية والبشرة دهنية يخسل وشه كتير لو راجل يخسل وشه كتير كتير ويبعد عن أي حاجة فيها كيميكال يعني صابون لأ في حاجات طبيعية غسول طبيعي بيتباع في استيضالية ده ما فيهوش أي كيميويات للبشراتهم دهنية من الرجال واللي عنده حبوب ويخسل وشه بمية الرز حلوة جدا بيعالج حلوة جدا ليه بقطنا على المكان دوت كويس جدا 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 يبعد عن اللمون يبعد عن كربونات السوديوم لأن الوش ملتهب فهاش يحطي ديه عليه نستخدم الحاجات دي حاجة سحرية جدا جدا كمان إشر الطفاح يعني إحنا بنكل طفاح وبنقشر وبنرميه في زبالة إشر الطفاح ده سحر كيف أنه إذا ما تمسكي إشر الطفاح بعدما تقشر الطفاح تمسكي الإشرو ومشي على بشرتك أي حد في الدنيا إشر الطفاح ده إشر الطفاح أصلا فيه قوم جسري ده إشرو اللي إحنا بنرميه في البسكت لأ مشي على بشرتك حلو جدا 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 للبشرة يعمل إيه؟ أولا بينور الوش تاني حاجة بيبيض جدا 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 تاني حاجة بينعم البشرة بيخليها زي بشرة البابيس تغير طيب ممكن مثلا أخذ جشرة الطفاح هذا يعني أعملها في الخلاط وحطها ماسك ممكن لو أنت يعني قعدة كده ومش قد شد در تعمليه ده أنت ممكن بالقشرة تمشي على وشك ممكن قشر الموز حلو جدا بعد ما بتقشر الموز القلب الموزة من جوة حلو جدا لما تمشي على البشرة حلو جدا جدا اللي عنده انتفاخات عنده هالات سودة روعة طبعا من فن الجمال وكذلك المستحضرات إلى فن الرسم أكيد بنرجع لك هندو ونسأل أكثر كمان عن ما يفيد البشرة وكمان يخليها طريقة أكثر معي الفنان ماجد الشاوش من صنعة نشاهد مشاهدنا الكرام هذا التقرير حول هذا الرسام وكذلك لوحاته الفنية ومعنا مشاهدنا الكرام من صنعة الفنان التشكيلي ماجد الشاوش صباح الخير ماجد صباح الخير أرحب فيك إلى صباح اليمن اليوم وصباح جميل بتواصلنا معك ماجد كيف اللوحات اللي كنت أنت ترسمها والآن ترسمها في وجوه الناس لماذا؟ أولا من الظروف المادية نعم من الظروف الكبار تحتاج إلى ألوان تحتاج إلى قماش تحتاج إلى حاجة كثيرة وفي الأوضاع الحالية والأوضاع الصعبة ما أقدر تتمارس ألوانا هذه الرسم فلجأت إلى الرسم على وجوه الأطفال لزرع الاتسامة في الظروف الحالية وأكسة منها ضبط العيس نعم كيف بتلاقي الأطفال هنا لما أنت تروح ترسم في وجوههم؟ هل يقوم في قبال مرحبين بالموضوع؟ كيف؟ أو تحاول أنتوا أكثر من مرة أنك تقنعهم؟ أي تقنع الأطفال بالرسم بالرسم على الوجوه؟ الأطفال يحبوا الرسم على الوجوه لأنه تدرع البسمة والفرحة وتنفيهم الحروب وتنفيهم الظروف هذه الحاجات يعني مع ترسم للطفل في وجهه تنسيق الهموم هذه والحال الظروف هذه نعم ماجد المشاركات اللي شاركتها طبعا لا هنا مشاهدين الكرام يعني نرحب فعلا باجتهاده وكذلك برسام رائح فعلا استطاع أنه يرسم ويتغلب أيضا على طبعا إعاقته ويرسم بيد واحدة وشارك في العديد من المعارض كلمنا عن المشاركات هذه يا ماجد شاركت في عدة معارض منها في جمعية السلام للرعاية والتأهيل المعاقين في محافظة ريمة عام 2009 وحصلت وشاركت في الرسم والفنون التشكيلية من اللجنة العلية للمراجزة الصيفية وفي صناعة القمريات من صندوق الرعاية الاجتماعية وشاركت فيه مثل شهادة المشاركة في المخيم الطلابي الأول والطلاب الجامعين زيزة محافظة الحديدة وشهادة تدريبية في مجال الإبداع من أجل العدالة الاجتماعية في عام 2018 ستتكلم عن أربع مراحل المرحلة الأولى تدريب العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي لمدة 20 ساعة هذا فيها الرسم والمرحلة الثانية في تطوير البحث دور الإعلام في التصوير النمطي للنساء اليمنيات من منظور القائم على النوع الاجتماعي والمرحلة الثالثة تدريبات الفنية الخاصة بالرسم والفن التشكيلي والمرحلة الرابعة تطوير المشاهد على التنية لوحات تنية من أعمال جماعية وفردية وشهادة مشاركة من مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمامة العاصمة برنامج حماية الطفل مجد شهادة شهادة تغذية منها منظمة الفيحة للتنمية الاجتماعية وشكرا مجد ومشاركتك في النحت النحت هذه هواية كنت أمارسها في البيت أمارسها في البيت وفي عدة حاجات أظهر رسوماتي وأعرضها لأشخاص وجهات كيف كانت تشجيع من البيت وكذلك المحيط فيك وأنك تتغلب على الظروف المحيطة فيك أولا كنت مع الأسم وعن حس كنت أتغلب يعني أواجه التحدي التحدي نفسي كوني معاق وفي اليد اليمناء أي كنت أتحدي أقول أنا أستطيع أفعل مثل ما بقيت الناس معاق أقولوا أنت معاق ما تستطيعش ترفي ما تستطيعش تفعل ما تستطيع أنا أتحدث كل هذه الحاجات والحمد لله نحت على الجس والعرض الزجاج والحشب وفعل حرف يدوية ومجسمات ومن هذه الأشكاء والحمد لله تجاوز تلك التحديات بالنجاح الحمد لله وانت أهل للتحدي يا ماجد وإن شاء الله تمر الظروف هذا على خير وترجع في تألق أكثر وتشارك إن شاء الله في العديد من المعارض شكرا جزيلا لك الفنان التشكيلي ماجد الشاوش مصنع مشاهدينا الكرام بالعودة أيضا إلى جانب التجميل وهو من أحد طبعا ما يجمل الإنسان أيضا هند تكلمنا طبعا عن البشرة وتأثرها في الصيف الآن كمان لو نتكلم على الشعر أيضا الشعر أيضا يتأثر من الحرارة يتأثر من ارتفاع درجة الشمس أيضا فينا كاد يحصل أكثر بهتان وتقصف وكمان تساقط إيش اللي يفيد الشعر أيضا فيه فصل الصيف هو إحنا عندنا برضو مشاكلة قوال جدا إن الستات ممكن عشان حر والصيف وكده الست بتاخد شاور وتلبس الحجاب وتنزل ده غلق جدا ماينفعش يبقى شعرك فيه نسبة بلل وتلبس حجاب وتنزل إنتي بتقفلي كده مسامات الشعر وبتخلي الشعر يتساقط بيقع الشعر بسبب كده ماينفعش لازم الشعر ينشف عشان تلبس حجابك وتنزل لازم تشربي مية كتير جدا المية دي حاجة مهمة جدا في الصبس دات عشان البشرة والشعر والجسد كل حاجة هيا شريان حياة مهم جدا 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 فيه مصك حلوة جدا جدا للشعر والسقوط الشعر المستردة والميونيز معالية مستردة على معالية ميونيز على المزايا المستردة عشان يعني الكل يعرف المستردة هو الخردل الخردل الأصفر أيوة والميونيز ده بيبقى فيه لبن وبيض وكده وموز بتضربين كلهم في الخلاط مع بعض وبتعمليهم مصك على شعرك وبتلبسي بوني وتسيبيه على الأقل ساعتين أو ثلاثة أيوة أولا بنعم الشعر جدا 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 بيقلل نسبة الفراغات اللي في الشعر بيخليش الشعر يتسقط كتير بيفيد الشعر جدا بيديله لمع حلوة جدا 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 للأطفال لا أي حد يحطه يعني راجل ست أي حد ده مهم جدا جدا للشعر حلوة جدا للشعر اخسلي شعرك كل فترة اللي عنده قشر في شعره كل فترة بالخل الخل بداية على الأشر جدا يعني اللي عنده شعره من الرجال أو سيدات أشر الخل مية على خل وتعكي بيها فروة الشعر كويس قوي قوي وصرحيها وسيبيها في الشعر لغاية ما تخلصي الشعر بتاعك واشطف الشعر حلوة جدا للشعر طيب وبالنسبة مثلا الماسكات ممكن أو خلطات نجل هنا مثلا زي الحن زي الغيرها مثلا هل يتساعد على جفاف الشعر أم أني ممكن تساعد بسي أقولك الحاجة في حاجة طبيعية كمان حلو قوي قوي البقدونس البقدونس لو لو غالتيه على النار أو نقعتي وخدتي مات البقدونس وغسلتي بها الشعر حلو جدا للشعر بيفيد الشعر جدا 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 وبيغزي فروط الشعر طب والحن هل ينشف البشار الشعر في ناس ما بيحبوش الحن عشان رحتها يعني فيه ناس كتيرة يقولك لا الناس الشباب دلوقتي ما حاش بيحط الحاجات دي غير الناس بتاع الزمين دلوقتي كل الشباب بيحبوا الحاجات السهلة لمالهاش ريحة والحاجات دي احنا بنتكلم عن السهل الحاجات السهلة اللي ممكن تحطيها وانتي بتاخد شوار تنازليها فدي حاجات طبيعية موجودة في البيت ممكن تستخدميها مش هتحبتري احذكرت نيم البقدونس بالملوخية البقدونس حلو جدا حتى للبشرة حلو جدا لو فرمتي بقدونس وحطيها على البشرة حلو جدا طيب في البعض يقول مثلا ممكن استخدام الملوخية ولا البامية لتنعيم الشعر هل هذا صحيح ولا لا لا ما عرفش دي انا اللي عرفه بقدونس البقدونس البقدونس حلو جدا جدا للبشرة والشعر حتى ممكن تشربين يعني حلو جدا كمان الغسيل الكلوي والحاجات دي البقدونس تشربين تنقعيف ميا وتشربين سائع أو تشربين مغلي حلو جدا والتخصيص حلو جدا كمان طيب هذا بالنسبة للشعر لو نرجع الآن كمان الألوان الميك أب في الصيف مثلا الألوان الصباحية الألوان المسائية في فصل الصيف وايش ممكن اللي أستخدمها أيضا في النهار يعني طبعا عندنا بس احنا عندنا حر جميل جدا جدا فبتستخدمي الحاجات الخفيفة مش حد بيحط في الميك أب وينزل السطبحي بدري لا صعب اللي نزلة شغلها واللي راحها المدرسة واللي راحها جماعيتها سوري واللي راحها شغلها مش هتقف ساعة تقف تعمل الميك أب فالحاجات الخفيفة البسيطة اللايت البيج البني الحاجات النعمة دي والأيلينر خفيف دي موضة كل الوقت في أي وقت السطبحي مسائي ليلي بس دي حاجات بتبقى عملية أكتر فالحاجات الخفيفة دي اللايت الخفيفة حلوة جدا جدا لفترة السطبح الألوان الموضة الجديدة السموكي دي موضة ما بتروحش خالص الاسويد السموكي البنيات الألوان الترابية الحاجات دي دي ما بتروحش على طول موضة وكل ميك أب كمان انت بتبرزي جمال مش بتغيري ملامح يعني الميك أب ده جميل زي ما ربنا بيقول الله جابيني نحب الجمال انت بتبرزي جمال عند الشخص اللي قدامك مش بتغيري في ملامحه أنا ما بحبش أغير في ملامح اللي قدامك يعني أحب الواحد يباني على طبيعته بس تأبرز الحلو اللي فيه يعني الحاجات الحلوة اللي فيه أبرزها ما غيرهاش طيب ألوان اللي فوجل عندنا الحط البجيهات البنيات السموكي الأسويد البينكيهات الحاجات النعمة دي حلوة جدا موضة موضة في أي وقت طيب هاي تختلف هالألوان بالنسبة مثلا للسيدات عن الأنسات أه طبعا تختلف يعني الأنسات البنانيت بتاعت الجامعة والأنسات دي حط الألوان البينكات النعمة البنانيت دي الأبيض البيج الحاجات اللي ما بنش لايت كده بن فوق العين بس وتدي ضي الألوان أنا كمان ما بحبش أحط جوال عين أسويد كتير للبنات بس دي الأسويد ده بتبقى مدماتي شوية حط الألوان الأزرق التركواز الأبيض الحاجات اللي جوال عين بتبقى أحلى كتير للبنات الكبار بيحطوا بيميلوا للأسويد أكتر للبني الألوان دي أما البنات بحب الحاجات البسيطة النعمة طيب بدنا سبقى مثلا العيون الصغيرة لما حبل أوسعها هل أحطك الأزرج أحطك الأبيض أحطك الأسود إيش من العيون الصغيرة طول ما العين صغيرة إبعادي عن الأسود نهائي لأن الأسود بيصغر العين نعم وإنتي عينك صغيرة ما ينفعش تحطي أسود نعم تحطي أسود في حلة واحدة بس لو أنت صحبة لبر يعني تسحب الأسود لبر ما تخلوش على قد العين تعملي كأنه ضي بسيط لبر ما تحطيش أسود صريح وتسبيه لأ لازم تسحبيه لبر تسحبي خط لبر عشان ما يبنش يعني هل أحط مثلا خط أسود وفوجي خط أبيض أيوة تحطي خط أبيض وتفتحي العين من بر ويا ريت تحطي ألوانان الألوان بتنور العين والأبيض بينور عين جدا العين الصغيرة بيحطوا أبيض بيج الألوان اللي تفتح العين بيحطوا أسود بيحطوا الألوان الذكن عشان تقلم من حدي الألوان العيون القحصة الوسعة بيحطوا أسود عشان تق統 من حدي العين طيب هل مثلا تختلف رسمة العين هنا ولا تختلف أيضا الألوان كل عين المساحة الكبيرة غير العين المبطنة غير العين المكسورة كل واحدة لها رسمة مختلفة يعني العين المبطنة بتاخد لو هترسمي الشادو بتطلعي بالشادو الفوق شوية عشان ما تبانش تبطينة العين العين الواسعة بتغمأي على قد ما تقداري عشان العين ما يبانش حديتها كل عين لها رسمة وليها شكل طيب بالنسبة للألوان مثلا العين الزرجة اللون الأزرجة اللون العسلي هذا أشأن من الألوان ممكن أحطها داخل العين كحل كحل تحطي تركوز حلو جدا 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 ولون جميل جدا وينفع صباح وينفع بالليل حلو جدا الأزرق الأخضر حلو جدا جدا وموضة جدا استنادي البجهات موضة حلوة جدا جدا توسع العين وتدي لون طبيعي وبتنور العين الألوان دي حلوة جدا طيب أنت الأكثر الألوان اللي بتشوفيها الآن هي ماشي كموضة أنه ظهر الآن كمان يعني الأحمر الأحمر دلوقتي بقى موضة جدا جدا والبنات بيحطوه بطريقة حتى بتحط بالنهور كان زمين ما بتحطش الأحمر دالة بالليل يعني تبقي خارجة بالليل تحطي أحمر دلوقتي البنات حطوا الأحمر بقى موضة جدا عنده وبقى موضة بس برضو أنا ما بحطش على الحاجة اللي تليق علي أنا بحب كده بحب حط اللون اللي يتماشى معايا مش اللون عشان موضة نحطه لأ أنا حط الحاجة اللي تتماشى مع شخصيتي ومعايا ومع المكان اللي أنا رايحه يعني ما ينفعش أبقى راحة شغل وحط أحمر وألوان سرخة ما ينفعش لأنه أنا بلاحظ حتة الفساتين الآن أصبحت اللون الدالج والموضة الأحمر وعلى روج أحمر الموضوع بيبقى صعب يعني أنت بتبقي ماشية بالنهار أحمر فأحمر الموضوع بيبقى صعب جدا لأ أنت لازم تبقي عارفة المكان اللي أنت رحافين راحة شغل راحة مناسبة راحة مقابلة كل حاجة لها ميكب بتاعها وليها الشكل اللي تحطي بيها باش تحطي أي حاجة كده وتنزلي وتنزلي لا أصعب صعب جدا طيب أنت مثلا يعني في ما شاء الله مسيرتك في خلال التجميل أو كده أنه اللي جيتي الموضوع هذا أنه خدمت بين بنات ونساء أم أنه ما كانتش يعني اللي كانت مناسبة لهم لا أهي ما خدمتش أولا أن إحنا كان دمائن ما فيش بنات صغيرين بيحطوا ميكب دلوقتي إعدادي وسنوي بيحطوا ميكب يعني الميكب بقى كل الناس متدول مع كل بنات الصغيرة والكبيرة بتحط ميكب كان زمان الميكب بيحط وانت في الجامعة دلوقتي البنات الصغيرة تشوفي بنت بسنوي وإعدادي دي حط ميكب وبتستغربي يعني تستغربي إذا أنت حاببتي حط ميكب كده أنت إستة صغيرة بتهليك البشرة ويا لسه البشرة بيور طيب أش ممكن ننصحهم اللي مثلا تستخدم الميكب بكثرة سواء في مناسبات أو من غير مناسبات سواء كانت سيح تحب أني تظهر بهذا الشكل حتى في القاعدات العادية من غير قاعدات عادية إيش أضرار الميكب وكثر استخدام المستحضرات على البشرة بستيق هي الميكب كتر استخدامه بيعجز الوش بدري يخلي الوش يعجز بدري تستخدمي ميكب استخدمي حاجات بسيطة يعني البنات الصغيرة اللي في السنوي وفي الجامعة ليه بتحطي ميكب؟ حطي حاجات خفيفة بناتي حطي كحل حطي مصكرة خفيفة حطي روش خفيف بلاشر خفيف مش محتاجة تحطي بودر وفونديشن ده غلط غلط بتتعبي البشرة بدري انت رسة صغيرة السيدات اللي بيحطوا ميكب حطي ميكب بس ما تناميش بالميكب أخطر حاجة ان السيدات اللي بيناموا بالميكب بتبهد المسام وبيطلع حبوب والتهابات وحاجات كثيرة جدا أضراره كثيرة جدا ان انت تنامي بالميكب وبزداد حوالين العين انت بتزودي الهالات الصوداء اللي حوالين العين الميكب ليه طريقة معينة يتشال بيها فاش تحطي الميكب تعملي كده أو تخسلي وشك وانت حطها مسكرة غلط لازم فيه تونر بتشال ميكب ما عنديكيش تونر وأبسط الظروف زيت زيتون وقطنة تشيري كل الكحل والحاجات دي بزيت زيت زيتون وقطنة واخسلي وشك بعد كده ما ينفعش تشيري ميكب بصابون كده غلط أيوة شين الميكب بالصابون ايش أضراره أضراره كوي جدا أولا الميكب ده ممكن يخشه جوالعين يلتهبها المسكرة دي لو دخلت جوالعين وانت تسخدميه ستابون كده ده خطر جدا فيه تونر ما عنديكيش امكانية ان انتش تري تونر وغالي والحاجات دي نقطة زيت زيتون أو زيت زيتون كل البيت عنده زيت زيتون وقطنة وامسحي الميكب بزيت زيتون بشرتي كلها وبعد ما تمسحي اخسلي وشك عادي البعض من اللي بتعمل الميكب بتخاف انه تشيل الميكب بزيت الزيتون هنا ممكن تقول لك يعمل أكياس دهنية لا 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 انت بيش هتسبيه على وشك انت هتشيري بالميكب ده اللي ما عندهمش امكانية ان يشتروا تونر ما عندهمش امكانية يشتروا موزين الميكب انا بقول الناس اللي ما عندهاش القدرة المادية تشتري موزين الميكب لان دلوقتي موزينات الميكب بقت بأرقام كتير قوي فانا بقول ابسط الحلول طب ايش الفرج ما بين التونر والكنين كلير يعني هو نفسه ولا لا لا ده كنين كلير دوت نوع من انواع المنظفات للبشرة اما التونر هو مادة بتشيل بقوطنا بتستخدميها بتشيل الميكب بتشيل كل رواصة بالميكب اللي انت حطاها يعني ما يستخدموش لداتة فيه انواع من كتير كتير بتحطي بتحطي فيه منها تونر بيمسح الميكب بس ما ينفعش تستخدمي غسوله على طول من غير ما تشيل الميكب الاول فيه وايبس بتاع ميكب استخدميه ما ينفعش تدعكي عنيكي بصابون ويدخلي كل ده جوا عنيكي تلتيه بالعين لاني ده بيزدود الهالات السودة لتحت العين بيعجز الجزء ده لاني الجزء ده اضعف جزء في الوش طيب هذا اضعف جزء في الوجه وكبان هذا المنطقة حساسة جدا طيب مثلا لما الست عامل المسكرة وعامل كمان الكحل هنا طبعا اكثر من حاجة يعني فوق العين وعلى العين كيف ممكن تشيلها بأمان يعني من خلاف انه زي ما قلت انت زيت زيتون وقطنة طيب هل ممكن بطريقة السحب تكون طريقة معينة انت هتعدي طبق صغير بتحطي فيه القطنة وتحطي فيه القطنة بالزيت الزيتون بتمسحي كده اهو بتمسحي كده وتستحابي لبرة تفعش الجوة لان انت بستحابي لبرة بتمشي مع دوران العين الجوة دي غلط انت بتمشي مع دوران العين لبرة عشان ما يعملش هالات سودة وما يلتهبش العين في نفس الوقت لانه ممكن اذا يعني مع الدعك لها ده طبعا طبعا خطر جدا لان اكتر الناس اللي بيتحسسوا في العين هي الميكاب بيخش جوا العين شيل الميكاب غلط دي مشكلة قوية جدا طيب مع نو وجود الميكاب او النوم على الميكاب بيأثر طبعا طبعا حبيبات سودة في البشرة على الانف هذا كيف ممكن يزيلها البذور السودة اي البذور السودة كيف ممكن يزيلها سكر وزيت زتون نفس اللي بيتيلي على الشفايف غسيل لغاية ما ينزل من الشعر الرأس اكتر من الامام هل يعد ذلك انه للاستخدام الاستشوار كمان الكريمي الحجاب كمان اولا لسيدات الحجاب الحجاب بينحل الشعر يخلي الشعر لاني بتبقى واخدها شاور وتلبس الحجاب فالشعرية دي بتتقطن من ما كانها بتلاقيت قطمت فخلاص لما بتاخد وقت ترجع تاني بتاخد وقت عشان تطلع بتاخد وقت كبير عشان تطلع للرجال الجل استخدام الجل الكتير ده بينحل الشعر الجل اه طبعا طبعا لاني بيبقى كيميكال وبينشف الشعرية فتنشيفة الشعرية دي باي مشتة او بتاع تقطمت ما كانها فبينحل الشعر طيب بالنسبة الآن للشعر وكمان بعد الغسل الشعر المشطينة بعد الغسل مباشرة هل هو فعلا يؤدي انه الشعر اللي بتروح ما ترجعش تنب التاني على حسب المشت يعني احلى مشتة تستخدميه المشت الخشبي الويسا ما ينفعش بأشعر مخصول وتستخدميه حاجة دياءة الطعيف بتقطع لأ فيه مشتة خشبي طبيبي ببعفستاد الياض ويسع يستخدميه في تصريح الشعر أولا بيشاغل الدورة الدموية في الشعر ويخلي الدورة الدموية تشتغل كويس وفي نفس الوقت بيصرح الشعر بيخليه بينزل كويس فده أهم حاجة ما ينفعش تبقى الشعر ناشف تستخدمي فرشة الفرشة بتقطع كل الشعر بيخليه ينزل كله في الفرشة غلط طيب معفصل الصيف طبعا تفقد هذا البشرة يعني رون جاهو كذا ايش ممكن مثلا من مأكولات مثلا هل فعلا الحليب هنا اللوز الجوز هذا فعلا تساعد البشرة صفات روعة يعني العين الجمل دي سحر حلو جدا ومسك عين الجمل أنا مرة يعني لو حاسى نصيب جناتاني مسك عين الجمل ده حلو جدا للبشرة إزي بتتحني يا عين الجمل وتحطيه مع معلقة زبادي تتحني كويس جدا ومعلقة زبادي ومعلقة نشا وتعمليه مسك للبشرة حلو جدا 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 كمان حلو قوي 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 تكل مكسرات مكسطرات بس مش بكميات كبيرة يعني على اقل في اليوم خمس حبات حلوة جدا جدا للبشرة والشعر وكل حاجة الفواكه حلوة جدا جدا احنا عندنا فواكه كتير قوي الموز والتفاح والمشمش الحاجات دي حلوة جدا برضو للبشرة بتدي نظارة وبتدي حيوية الحاجات دي حلوة جدا شوفي مثلا معانا الان مسكرات العيون اه دي مسكرات العيون بصي المسكرة استخدمي المسكرة كويس يعني ما تستخدمهاش لفوق جامد لازم تستخدميها بالراحة لان الرموش دي لما بتقع بتاخد وقت كتير قوي واللي بيرجع رموش تاني الجرسلين استخدمي المسكرة وتقبليها في الجرسلين وتمشي على الرموش بيرجعها تطول تاني فيه في بعضها مثلا تستخدم الجلسلين وتقولش بحصل لي كياس دهنية لا مش هيحصل كياس دهنية تتمشي على الرمش هيجي فين عند البشرة بعيد عنها طيب ايا افضل انواع المسكرة كيف تكون ريشتها بصدي على حسب نوع الرموش يعني الرموشة خفيفة بتستخدم الفوليوم العالي عشان تديها كسيفة وفوليوم اكتر في الرموش الرموش هاتيلة بتستخدم لايت كده بصلا عشان تدي ضايق ان هي منظفها مكان البودر والشادو والحاجات دي فكل وش ورموش بتختلف من شخص للتاني طيب هنا كيف يمكن الضغط على الرموش بالذات اذا كانت الستهي اللي بتعمل المك قبل نفسها مثلا احيانا تشوف اللبا مثلا يحط لها حد المسكرة هالمسكرة يكون اللي حط افضل منها يعني هي هنا يمكن عشان الضغط وما تعرفش تضغط على عينها تكون خفيف كيف ممكن اني تعمل كأنه احد بيعمل لها في حاجة حلوة قوي ممكن تستخدمي المسكرة بتاعتك قطنة بتمشي القطنة في المسكرة بتاعتك وترجع تحطيها في المسكرة ومشيها على الرموش تديكي فوليوم كويس جدا وكاينك حد اللي عمل لك المسكرة ها بالقطنة بالقطنة الشعيرات اللي في القطنة دي لما بتيجي تتخليها تاني وتمشيها على الرموش بتديك كسافة بتدي فوليوم للرموش فبتدي كانك مركبة رموش وانتي بشي حط رموش فدي حلوة جدا لانه تجريبا هي تمتصة للمسكرة وتغلغة المبين الرموش بزبط فبتديها فوليوم وكسافة اكتر فدي حلوة جدا جدا لما تحطيها اكيد بنخط بتجرب ان شاء الله طيب تتكلمتي كمان على الشفايف وقلتي انه ممكن واحد يعمل لهم مرطبات ايوة فيه فزلين كمان بتاع الشفايف الزبدة الكاكاو بتاع الشفايف قبل ما تنامي حطي فزلين الشفايف حطي حوالين الشفايف دي مهم جدا حوالين الشفايف دي بدهر قشر الموزة مشيع حوالين شفايفك بيضيع استواضل لحوالين الشفايف طيب بالنسبة لليه تاخذ جولسليد وتعمل كمان فيتامين اي من الصيدلية اه ايوة 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 طبعا وتعمل لهم خلطة اه وكمان هنا تدهن في الليل في الصباح هل هذا فعلا مناسب وهنا تستفيد من من فيتامين بس لي في حاجة بتفتح البشرة جدا 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 وزحر نعم وناس كتيرا ما بتعرفهاش في حاجة اسمها كريم اسمه ببعف استعدالية اسمه بانسينول البانسينول ده بتجيب واحدة اوميجا سري على قطع من البانسينول يعني امبوبة البانسينول بتحطي ازديب بتاع الاميجا سري على البانسينول وتقلي بيه كويس جدا 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 وتحطيه على بشرتك طحفة بيفتح وحلو جدا جدا كأنك عاملة نظرة البشر طيب ولو جبت البانسينول وعملت على اللي هو الجلسرين حلو جدا البانسينول ده بيقلل من نسبة العجز في البشر وده حاجة سحرية اكتشافه مؤخرا على قد ما هو سعره قليل بس تواء مؤخرا عامل شغل كويس جدا جدا على قد ما هو قليل التمن بس فوائده كتير وحاجات طبية بانسينول وامجسري أو بانسينول وفزلين حلو جدا للإيد والرجل والبشرة تحطيه قبل ما تنامي لوشك حلو جدا بيقلل نسبة العجز نسبة القسر في الوش حلو جدا طيب في حالة مثلا أنه المرأة بدأت تحس أنه في بدأت خطوط في الوجه هنا اش تبدأت تعمل اش تبدأت تعمل من مسكات لبشرتها تعمل حاجات تشد البشرة هتدخل كل حاجة فيها بيض بيت فيها بيت بيض البيض بيض البيض بيض البيض هو الحاجة الوحيدة اللي بتشد البشرة والبن والعسل هما الثلاث حاجات دول أكتر حاجة بتشد البشرة يعني استدت اللي عندها اللي بتدت تخده تظهر على بشرتها وتجعيد وكده بتستخدم البن وتحط له بيض بيت وعسل بن وبيض بيت وعسل ما هو على الثلاثة اه بيشد البشرة يعني الحتة اللي فاتها جعيد بس على الأقل مرة في الاسبوع تستمر مرة في الاسبوع ده بيشد البشرة حلو جدا 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 يعني شوفيه ما شاء الله لأنه النساء بدأت تخاف على بشرتها هنا في وهنا في وهنا في في حصل أنه تبدأ تلجأ للمستحضرات والخلاطات ايوة والبوتيكس والفيلر والحق الدين بزب هند الآن ننتقل إلى فقرة أخرى أيضا من فكرات برنامجنا وهي مشاهدين الكرام الفكرة الصحية للأسف انتشرت حمى أظنك في عديد من المحافظات منها محافظات عدن ولاحج طبعا بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك عدم توفر الخدمات الصحية في محافظة عدن أيضا وكذلك اللحج حصلت تأوفيات للأسف بسبب مضاعفات هذا أيضا من انقطاع الكهرباء وحمى أظنك كذلك في محافظة أبيان وشبوة إذن مشاهدين الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعط مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والارتفاع القياسي في درجات الحرارة والرطوبة تشهد عدد من المدن اليمنية الساحلية عودة تفشي مرض حمى الظنك ما ضاعف من معاناة السكان مع تدهور الوضع الصحي أحد عشر حالة وفاة بحمى الظنك بينهم أطفال وإصابة نحو مئة آخرين في مدينة عدن وفي لحجة أشارت مصادر طبية إلى ارتفاع كبير في نسبة الإصابات بحمى الظنك في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والانقطاعات الطويلة والمستمرة في الكهرباء الأمطار والسيول وما خلفته من مياه راكدة غمرت شوارع مدينة عدن وعددا من المدن والمناطق المحررة وما لحقها من رطوبة شديدة وانتشار مخيف للبعوض يرافق ذلك طفح مياه المجاري وتقدس النفايات في شوارع والأحياء السكنية كلها وفرت بيئة خصبة لتنامي الوباء وتفشيه مع تردق القطاع الصحي وندرة اللقاحات المكافحة للمرض المعدي يزداد الأمر صعوبة بالنسبة للسكان مع تدني مستوى الوضع الصحي وغياب الدور الحكومي في وضع حلول لمواجهة الوباء الذي يفتك بالمواطنين والذين أصبح عودة تفشي الوباء مصدر غلغا لهم مع العجز الواضح في حل إشكالية ركود كميات كبيرة من المياه في الشوارع والأحياء وانعدام نظام تصريف لها وغياب أبسط مقومات الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين أدهم عواض مشاهدين الكرام وللحديث أيضا عن هذا الموضوع معي الدكتور أدهم عواض مدير نائب مدير عام مكتب الصحة في الأوبئة في وزارة الصحة أهلا فيك دكتور مرحبا 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 انتشار الحمى الضناك بهذا الشكل في أربع محافظات إلى ماذا يعود وكيف يمكن مكافحته الامطار والفياضات التي كانت محافظاتها الجنوبية نعم وخاصة محافظات عدم اللحجة بنا البالع وحدى اللحجة بنا وشبه نعم ويضر تراكم الأمطار تراكم الأمطار موجودة كانت في الشوارع لكن الحمد لله بعد ذلك أن تم شط المعاجل المياه وعضات مخرجة الحرارة الشديدة لاتبعت هذا الأمطار وبعد قيام مجارس صاحب عمليك الرش وصغلت هذه الحالات نعم كيف تمت المكافحة الرش هل كان هناك في استجابة أيضا سريعة للرش أم أنه كانت في مناطق محدودة وساهم أيضا في انتشار المرض أكيد كانت عقلة من مجارس وحالة لكننا نتضرنا لما قامت مجارسة البلدية لنشط هذه المستنقعات لأنه لا يمكن أن تقوم بجارسة الصحاب عمليك الرش وبار السرعات موجودة فبعد أن تم تنشيف هذه المستنقعات طبق إجارة الصحة لعمليك الرش لمدة 50 يام في محافظة عدن وفي محافظة لحج في جنوبية سوفانة والحلطة وهذا الرش لم يكن في جميع المحافظة وليح عبر حاجب الجلاغة وردت من مجارسة نعم 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 أسمعك يا دكتور نعم نعم دكتور تقريباً الشبكة فيها مشكلة شكراً جزيلاً لك الدكتور أدهم نائب مدير عام الأوبئة بوزارة الصحة عود لضيفتي هند مختار خبيرة التجميل هند نحن الآن تقريباً في عز الصيف زي ما يسمون ما يمكن أعمل الماسكات الأساسية مثلاً في ثاني يوم أو كم مرات في الأسبوع حتى لو ما كانتش هذه الضرورية مثلاً أنه أعملها خارج أعملها مثلاً في البيت أعملها الأسرة لكل أفراد الأسرة تنفعهم أنه بحيث أن يتجلل من غير تجميلية لكن يمكن أن يتخف من نقول حدة الشمس وكمان تعمل على طراوة البشرة تلج تلج حتي تلج تلج بيدي بيقفل المسام أول حاجة بيشد البشرة إلى حدا ما بينظف البشرة حلوة جداً ميت الرزد حلوة جداً سععيها وحطيها بقوطنا كده بصي أي حاجة فيها حاجة طبيعية في البيت حلوة جداً جداً ما لهاش أي تأثير مثلاً هنا أسل بحيث أنه مثلاً أحطها على بشرة حامية لا لو ملتهبة بشرة عادية صفية كويسة ما فقاش حاجة تحطي تلج بشرة ملتهبة ما ينفعش حطي تلج لأنه أيوة لأن البشرة ملتهبة فاشحطي حاجة أيوة حتى أنه وحتى ما ينفعش تعميني ما سقطه بشرة مجروحة في حبوب ما ينفعش إذا ألتهبت البشرة تحصل حالة كثير أنه مثلاً بنات يحصل لهم حبوب يعملوا ليمون بعد الليمون تلتهب يعملوا عسل يسيضي تطهم بالله هنا طيب ألتهب ألتهب ألحل لبن زبادي لبن 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 مش زبادي لبن لبن الطبيعي اللي احنا بنشربه لبن سائح من التلاجة واخسري يوشك به وبقوطنا عوض يمشي على وشك اللبن يخفف كل التهبات وبقوطنا بلبن تمشيها على بشرتك يخفف كل التهبات وينظفها ولو في مقرب في الجرح بيضيعه حلو جدا اللبن لو كل يوم بتخسلي وشك بمعلقات اللبن بتمشيهم على وشك بقوطنا سحر طيب مثلا تحصل أنه تكون في بدقة حبوب مثلا فصل الصيف ممكن تنتشر إذا طبعا حتنجل من مكان إلى مكان تنقل لو أنت بتلعبي فيها يعني لو تنقلت أكتر من مكان وهي في مكان واحد وانت جرحتيها بتلعبي تنقل من مكان لمكان طيب أنا كيف ممكن أنه بحاجة بسيطة أعملها فوق الحباء هذا أني تختفي أو أني ما لم تنتشر نشا 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 طيب في بعضهم يقول معجون أسنان في بعضهم يقول ترمس أنا بخيف ممكن ترمس مطحون بس أنا الأكتر نشا نشا أي حاجة نشا نشا وميا ماء ورد ونشا طيب وخلت تفاح كيف خلت تفاح ممتعش يحط على بشرة ملتهبة خلص ولا مختلطة لأن المختلطة نصطها ونصطها ما ينفعش خلت تفاح قوي كمان يعني طيب خلت تفاح ممكن تستخدمي لإيديكي ممكن تستخدمي لجيكي بس ما ينفعش تستخدمي لبشرة الوجه صعب صعب قوي قوي لأن الكيميكا فيه عالي وأنا بحاول أحط الحاجات اللي ما تأسطرش حتى لو عملتها غلط ما تعمليش مشاكل بعد كده أيوة وبحاول أستخدم الحاجات البسيطة اللي اللي أضرارها بسيطة حتى لو تأسطرت مش تأسطرت بالكمية أما يخلي بي قوي خلي التفاح قوي ده أنا اللمون وبقول نقطة لمون مش خلي تفاح لأ طبعا طيب خلي تفاح ده أخسل بي شعري أخسل بي فرود شعري لو فيها التهابات بيتروح خلي تفاح تخفلي مع ميا يعني تخفلي مع الميا أخسل بي فرود الشعر ويسيب عليها شوية كويس جدا طيب بالنسبة للستات اللي ما يحبوش يعني أنه يظهر عليهم مثلا علامات يعني أو بثور أو شي وبيستخدموا ميكأب يخفو هذا الحاجة هل الميكأب دائما على الوجه دائما دائما على الوجه أنه صباح مساء طبعا صعب في هنا طبعا ماسكات تجي مصنعة تجي جاهزة في الصيدلية هل ممكن تستغني عنها هذا المرأة بالماسكات الخلطات الطبيعية ولا الخلطات الطبيعية برأيك أنت كخبيرة تجميل أفضل هي الخلطات الطبيعية دي المسكت دي وغدينها يعني تركبتها من حاجاتها طبيعية بس هم عملينها على طريقة مقففة يعني إنتي لو ما تشوفي كده الفايل بتاع الحاجات الطبيعية هتلاقيها النص المكوناتها حاجات طبيعية إنتي عندك في البيت منها بس الفرق إن هم بيجمعوها كما كان أما دي حاجة أنت موجودة عندك في البيت فليه إنتي بدل حاجة عندك أنت ممكن تعمليها وبأقل التكليف ومش هتصرفي كتير وهتعمليها أكتر من مرة أقل لمسك بره برقم كبير جدا وبلش كسل يعني لو يوم في الأسبوع يوم الأجيز نعملي طيب وصلنا إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم صراح أنا شخصيا استفدت منك كثير وإن شاء الله كانت حلقة ممتعة وكنا كده خطيبين الظل يعني ولو أنو أتعبناك كثير بالكلام خالص لكن هذه تساؤلات تهم كل النساء شكرا جزيلا لك خبيرات التجميل هند مختار وأشكركم أيضا شهد الأكارم لحسن المتابعة حتى الملتقى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر